مرحبا اعزائي المتابعين اليوم بيشوفوا مبعدنا طريقة صباغة القماش وبالتحديد الحرير طبعا الحرير في نوعين هناك قماش حرير يكون ساتيني شبيه بساتين في اللمعة وهناك نوع حرير يكون الشيفان عاطي على الشيفان مثلا هذي القماش القماش هذي موجود بكثرة في تونس نستعمله في صنع الحجبات او الفولارات اليوم بيش نوريكم طريقة العمل على هذا القماش في مرة مقبلة ان شاء الله نوريكم طريقة صباغة الحرير اللي يكون ساتيني بيش نحتاج الى الوين صباغة خاصة بالقماش او الحرير مثلا عندي انا هذي الوين هذي ماركة بي بيو طبعا موجودة عديد من الماركات انتو ما تختاروا لكن كما تشوفوا هنا الماركة هذي طريقة تثبيت اللون على القماش يعني كنستعمل المنتوج هذي لما نثبتوا اللون على القماش نستعملوا المكويت كما تشوفوا هنا هذي صورة المكويت ثم انواع اخرى تتحدد او كما قولوا نثبتوا اللون على القماش باستخدام لكن النوعية هذي نستعملوا المكويت في تثبيت اللون على القماش طبعا انتو ما بيش تختاروا اللون اللي تحبوه على حسب نوع يعني لون الفولارة او الحجاب اللي تحبوه بيش نحتاج الى اسفنجة كما تشوفوا هنا عندي اسفنجة خاصة بالمطبخ ممكن تشريوا موجودة فورجيت تكون الرأس متاحة من الاسفنج تستعمل خصيصا للسباغة طبعا ممكن تستعملوا اي اسفنجة متوفرة عندكم في البيت بيش نحتاج الى هذي البرودوي هو عبارة على بينتير الماكري يستعمل في تزيين القماش او الورق او اشياء اخرى البرودوي هذي يتلقاه موجود في المكتبات الخاصة انا اشتريته من تونس واستعملته في عديد الاعمال الحقيقة يعطي لمعة جميلة ومنظر جميل هو عبارة على غيرة مخلوط بجليتر دقيق جدا او برودوي يعني لماعي بيش نستعملوا في تزيين الفولارة او الحجاب ايضا بيش نستعملوا في تحديد اطراف الحجاب لاني انا مش ممكن نستعمل شرجة في اطراف القماش لذيك بيش نستعمل هذا البرودوي كما تشوفوا هنا هذي القماش هذي طرف القماش ايضا بيش نحتاج الى جرقيف او سيبور احنا نقولولو جرقيف في تونس هذي الخشب اللي تشوفوا فيه طول القماش هذي او السيبور اللي بيش نثابته عليه الحجاب ميتره وثمانين على حسب طول الفولارة او الحجاب القماش هذي انا قمت بصنعه بنفسي في البيت في المكتبات الخاصة ايضا تلقاوه موجود ممكن تصنعوا بكل سهولة يعني موش صيب الصنع متاعوا ان شاء الله فيه مرة اللحقة نوريكم طريقة تصنعوا بيش تحتاجوا فقط الى خشب واربع قطع من اللوحات تركبوهم بهذا الشكل ممكن تقوموا بيعمل اضافات اخرى كما تشوفوا هنا اللوح مدرج استعملت هذي الطريقة بيش نقدر نصغر ونكبر فيه حجم السيبور على حسب حجم القماش اللي بيش نستعملو بيش نحتاج ايضا الى بنز او مش عارفة يسميوا اللي ثبتوا بيه القماش او الورق هذي اول مرحلة بيش نقوم بيها بيش نقوم بيه بل القماش اللي عندي ثم نقوم بيه عاصره وبعد ذلك بيش نقوم بتثبيته على السيبور او القرقيف نشوفو مبعدنا الطريقة اول مرحلة بيش نقوم بيها قبل التثبيت القماش على السيبور بيش نقوم بتحضير اللون بيش نمزج اللون الاسود مع الابيض في ويعا ثم نضيف الماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشو نقوم الآن بتركيب قطط القماش في البداية بشو نقوم ببلها بالماء وعاصرها لكن انتوما ما تنسيوش تقوموا بوضع قطع من القماش او البلاستيك اسفل السبور باش ما تتمسخش الارضية عندكم او الطاولة بالصباغة كما شفتو انا قمت بعصر قطعة القماش شو نقوم الآن بتركيبها طريقة التركيب فقط من جهتين بش نثبتها باستخدام البنسيت او هذي القطع لكن في الجوانب اللي بالطول نثبتوها بطريقة اخرى بعد نوريكم الطريقة باش ما تبقاش ثقوب في القماش انا في الجهة الاخرى قمت بتثبيتها في الطرفين فقط بعد ذلك سنقوم بتثبيتها بشكل جيد في البداية نشوفوا مبعض الجينب هذيات طريقة التثبيت كما تشوفو هنا انا قمت بتثبيت القماش من جهة واحدة النفس الشي باش نقوم به في الناحية الاخرى لكن باش نقوم بشد القماش بشكل جيد ثم نثبتو الآن بعد تثبيت القماش في هذه الطريقة نقوم بربط قطعة من القماش او الاسيك في جوانبي السيبور ثم نقوم بشد القماش وبعد ذلك نثبتو باستخدام الابر او الدبوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقوم الآن بتوزيع اللون باستخدام الاسفنجة نعصر الاسفنجة ما نخلي فيها كمية كبيرة من السبغة طبعا يفضل ارتداء القفة زيت نقوم تمرين اسفنجة بهذا الشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نواصل التوزيع الصبغة بش نستخدم الان تقنية الملح في التلوين بش ناخذ ملح الطعام ونقوب نشرو او رشو على القماش بش نتحصل على اللون يكون مثل التيجر شبيه بالتيجر يعني منقط كما تشوفو هنا انا قمت برش الملح على القماش الملح بش يقوم بامتصاص المياه وبش يعطي افي خاص على اللون بش يصبح يعني منقط او مثل التيجر كما قولو اذا قرب الصورة كما تشوفو هنا وهو الملح قاعد يمتص في الماء الان بش نتركها الجيف وبعد ذلك نشوفو النتيجة كما تشوفو هنا بعض فترة الملح بدا يعطي تأثير اكثر على اللون طبعا اللون مش بشي قد كما هكا كل مرة بش يتغير اكثر فاكثر حتى لين يجف القماش كما تشوفو هنا القماش بدأ يجف عندي كما تشوفو النتيجة جميلة رغم انها مزيت مجفتش بشكل كامل الان بش يقوم بعمل الحرج في اطراف القماش بش يستعمل البنكير بش يستعمل اللون الفضي فقط في الاطراف وبعد لما تشوفو الفولارا او القماش ممكن تقومو بي رسم اشكال معينة انا اللي اختصار الوقت بش نقوم بعمل حرج في جانب او في طرف الحجاب اللي هو هذي اطراف اول شي نقوم بي بش نقوم بازالة الاملاح اللي موجودة على الطرف باستخدام فرشت بهذي الطريقة بعد ذلك بش يقوم بعمل خط باستخدام فرشت مسطحة صغيرة الحجم نشوفو مبعض من الطريقة كما تشوفو هنا انا انتهيت من وضع الحرج في الاطراف طبعا المرحلة هذي انا قمت بها كبديل لسيرجي انتوما ايضا ممكن تقوموا باضافة اشكال اخرى وسط القماش مثلا ورود او اشكال او اي اشكال اخرى تزينوا بها الحجاب انا بجي خلي الحجاب سامبل بالشكل هذيه نترك العل حتى تجف تماما ثم نقوم بازالتها من السبغة ونشوفو بعد ذلك المرحلة التالية هذيه شكل الحجاب بعد ما جفت السبغة انا قمت بازالتها من السبغة بالنسبة للملح نقوم بنفض القماش في البداية بهذا الشكل نتخلصوا من اكبر كمية من الملح نتخلصوا منها بهذه الطريقة وبعد ذلك نقوموا بتثبيت اللون باستخدام المكويت ثم نقوموا بغسلها يعني في البداية ثبتوا اللون باستخدام المكويت بعد ذلك نقوموا بغسل الحجاب باش نتخلصوا من الملح اللي لاسق فيها كيما تشوفو هنا حبيبيت ملح مزيت موجودة في بعض المناطق يعني في البداية نقوموا بتثبيت اللون ثم نخسلها لانه اذا خسلناها مباشرة بهذا الشكل باش تتنحق السبغة نقوم الان بعملية التثبيت باش نحتاج الى مكويت باش نقوم بوضعها على اقصى درجة حرارة يعني ماكسيمال اكثر درجة حرارة في المكويت طبعا هذي لانه حرير ما يحترقش عندي اذا انتم باش تستعملوا قماش اخر وتقوموا بس يباقتو لازم تجربوا في البداية لانه مش كل قماش تقدروا تستخدموا المكويت على درجة مرتفعة يعني تكون حارة كثيرة لانه ممكن يحترق عندكم القماش اذا انتم باش تستعملوا حرير مش ساتيني عفوا حرير على الشيفون مثلا نمرو سون سيز او سون تريز مئة وستاش او مئة وثلاتاش هذي نوع القماش هذي اه طبعا انتم تحددو او تثبتو الصبغة باستخدام المكويت على اقصى درجة حرارة وطريقة التثبيت يعني تقدوا فترة تمروا المكويت على القماش حتى تسخن بشكل جيد القماش يسخن يعني بالجزء بالجزء حتى تكملوا كامل الحجيب ثم بعد ذلك نقوموا بغسلها ونشوفوا النتيجة بالنسبة للجليتر هذي او البنتير هذي نقوم بتثبيته من الجهة السفلية يعني من خلف نحط القماش بهذا الشكل نحط القماش بهذا الشكل ثم نقوم بغسلها ونقوم بغسلها قماش وستخدم الطريقة كما تشوفونا عندي درجة الحرارة المترجم للقناة الآن نقوم بغسل القماش جيدا بالماء لتخلص من الأملح الموجودة فيه ثم نشوفو مبعضنا النتيجة النهائية طبعا الطريقة هي تقنية من التقنية الأخرى التي تستعمل في الصباغة أتمنى الفكرة تكون لتعجبكم لا تنسوا اخر الفيديو ترك تعليق و لايك ونشر الفيديو وإذا حبيتوا نقدم لكم فيديوهات أخرى من هذا النوع لا تنسوا اشتكتبوا لي أسفل الفيديو وإذا عندكم اقتراحات طبعا أنا رحب دائما بكل اقتراحاتكم شكرا على المتابعة مع تحيات موناء لمسلمي